نتمنى أن الأخ ده وغيره يشوفوا كلام العلماء ولا يتعجلوا في الأمر والنهي بدون قاعدة علمية أو دليل وإضافة أيضا معلش صغيرة أن الإنكار في المسائل الخلافية لا يكون بهذا الشكل حتى لو هو راجع عندك طالما الدليل يحتمل ذلك وفيه أقوان لأهل العلم فهناك فارق بين أن تتبنى فتوى لعالم معين وأنت تعمل بها ثم تجبر الناس على العمل بهذا الفتوى والمسألة خلافية يعني أنه بيحصل أن بعض الإخوة طلبة العلم يقرأ مثلا بعض فتوى لشيخ معين وهو يلتزم بهذا ولا شيء في ذلك خلاص يصق في علم الشيخ الديني وعلمي لا شيء لكن لا تجبر أحدا على الأخذ بقول شيخك إن كانت مسألة خلافية يعني مسألة مسألة بنوك الإسلامية مسألة خلافية مسألة خلافية واسعة جدا ورأينا المجامع الفقهية المعاصرة تقول بجوازة بنوك الإسلامية بضابطها ومن أعلى العلم ما شيخنا من قاله بعدم الجواز قلد الشيخ في هذه المسألة ودعم ما يريبك إلى ما لا يريبك لكن من أخذ بفتوى المجامع الفقهية فلا شيء عليه يبال المسألة فيها سعة طب أن الشيخ متبع وهو يتبنى رأي معين في مسألة خلافية يرى أن الحق فيها هل يجوز لهذا الشيخ أن يقول قولا واحدا عن هذه المسألة وهي فيها أقوال؟ لا لا يقول قولا واحدا إلا لو أن المسألة ليس فيها خلاف شوف حضرتك لما كان يسأل الإمام أحمد وهو الإمام أحمد فيقول للسائل انتظر حتى يأتي يحيا ابن معين عليه رحمة الله فيقول أنا أسألك أنت قال انتظر حتى يأتي يحيا ابن معين فإنه يعلم الخلاف يعلم الخلاف وقال العلماء من لم يعلم الخلاف لم يشم رائحة العلم الله أكبر فلابد أن يعلم الخلاف في المسألة قبل أن يتكلم فيها ويبسط فيها دي بتقصر الطريق نعم بتقصر الطريق طريق على الاختلاف أيوة نعم نعم بارك الله فيك